أول فقرة معاك ومعينا النهاردة هتكون مع الأدب وعرض لرواية اللي كاتبها الأستاذ عمر العدلي رواية بعنوان قبل المساء الأستاذ عمر كمان ليه مجموعة قصص قصيرة ليه أكتر مجموعة قصصية وليه أكتر من رواية أخرى يمكن ست روايات أو أكتر هنتكلم النهاردة عن مجمل أعماله وكمان هنعرض لآخر رواياته قبل المساء نهارك سعيد يا فاند نهارك سعيد ألم بيك عدد الروايات كامل مجموعة القصصية أما ست روايات وست مجموعة قصصية أه ده حلوة رقم ستة أنت ماشي بارلل يعني الاتنين يعني مش بالترتيب بس يبتيجي كده أه بس أنه إمتى بتقرر ده وإمتى بتقرر ده لا مش بقرر يعني هو العقلية الإبداعية اللي بتقرر أيما أقصد كده يعني إمتى بتحس أن دي عايزة تبقى رواية وده عايزة تبقى مجموعة قصصية حسب النفس الحكائي يعني لو واحد عايز يحكي حاجة أطول شوية بتبقى رواية حسب الشخصيات وحسب الطريق وحسب النهج اللي بياخده ولو مجموعة حاجات متقسمة أو متجزقة بتبقى مجموعة قصصية يعني مجموعة قصصية بتبقى قصص متفرقة كل قصة بتحكي حكاية لوحدها والرواية بتحكي حدث واحد طول الرواية أنهي الأزرف في الكتابة بالنسبة لحضرتك يعني فيه ناس بتميل للرواية أكتر وفيه ناس بتستمتع بكتابة القصة قصيرة يعني يوسف إدريس كان واحد من أعظم الناس اللي كتبت قصص قصيرة يعني كان بيحب ده وتخصص فيه وهي ليها إبداعها الخاص ودي ليها إبداعها الخاص أي يوسف إدريس كان بيكتب المجموعة القصصية هو اعتبر من وجه نظري متخصص في القصة أكثر لكن كتب الرواية برضو أيوة أيوة بلسما هي دي اللي صنعت الاسم بالزبطة هي الموضوع مش الأزرف إيه بالنسبة للكاتب على قد ما هو الأجدئي يعني هو شايف نفسه في إيه أو في اللحظة الرهين هو أولي اللي بيكتب الاتنين اللي بيكتب النوعين الصنفين الرواية والمجموعة القصية عادة بتتخصص يا عمل زيك كله يعني بتجرب يعني شوية بس هو مش بالضرورة لأن هو الأدب أدب يعني ممكن يكون واحد بيكتب قصة فهو لو سابها مثلا سانتين أو تلاتة ممكن الفكرة نفسها تتبلور في زهنه كرواية ودي حصلت كتير وممكن العكس ممكن واحد يكتب رواية بيحس إن هي ما قدمتش اللي هو عايزه بالضبط فما بينشرهاش آه أنا برضو الأقرب لحضرتك أنا برضو معرفته لا هما الاتنين بالتساوي تقريبا ما هو بالتساوي حتى في العدد يعني آه ما هو أنا ملاحظة كده حضرتك دراستك أصلا إيه؟ علم اجتماع علم اجتماع يعني مش بعيد برضو يعني الاتنين فيه لا ده هو ده وطيد بالمجتمع يعني علم الاجتماع ده هو جزء أساسي في الكتاب اعلقته بالرواية وإعلقته بكتابات حضرتك ده هو أصل الكتاب يعني هو علم الاجتماع هو أصل الكتاب يعني مثلا الكتابة هو أصلا مجتمع هو ناس الشخصيات دول ناس شخصيات وفي أفكار الاجتماع والفلسفة وعلم النفس هم ثلاث أضلاع لازم المبدأ حتى لو مش متخصص فيهم لازم يقرأ فيهم يعني مش بالضرورة يكون هو خريج قسم اجتماع أو قسم علم نفس أو قسم فلسفة ولكن لازم يقرأ في الثلاث مجالات دول هيفرق معك كتير روايات حضرتك اللي انت كتبتها الستة مش كل روايات بتجنح انها تتكلم على حاجات مجتمعية أو علاقات أو حاجات من ذلك غالبا هي بين الحاجات المجتمعية والحاجات النفسية بالتميه لكده نفس الاجتماعية هي بتتراوح بين الاتنين يعني هي بتتراوح بين المجتمع وبين النفس النفس اللي هو الفرد الشخص والمجتمع اللي هو الناس اللي هي شخصيات باقي الشخصيات تفاعل الشخصيات مع الشخص مش الكاتب قصدي الشخص البطل يعني هو اللي بيفرق مع الكاتب والمجتمع الفرد والمجتمع فهو في الآخرة تلاقي علم نفسه وعلم اجتماع أكيد أنهي رواية أقرب لحضرتك في كتابتها في تفاصيلها في شخصها لا ده صعب جدا صعب مثلا زي ما كنت تقولي مثلا أنت بتحب أنهي ولد في ولدك أكثر صعب جدا يعني لا بحبهم كلهم طبعا بس كل ما الواحد بيتطور أو بياخد خبرة أكثر في الحياة بيكون ميال أكثر لأواخر الأعمال اللي كتبها يعني يمكن أقرب حاجات لنفسي رواية اسمي فاطمة صدرت من سنتين ورواية قبل المسائل اللي هي العمل الجديد الأخيرة لا الجديدة مش الأخيرة أيوة أيوة طبعا الجديدة صح ده مظبوط اسمي فاطمة دخلت في الشورت لست لجائزة الشيخ زيد لا اللونج لست لست شورت ما طلعش اللونج لست بتاعت الشيخ زيد اللونج لست لشيخ زيد لسه دي سنة كم حرارك قلت من سنتين لا هي صدرت من سنتين لكن هي وصلت للونج لست لكن الإصدار في ديسمبر اللي فات ولسه هي مستمرة في السباق إن شاء الله في اللونج لست عن إيه إيه اللي عن إيه الرواية الرواية أكيد مش أكيد مش الشيخ زيد الرواية اسمي فاطمة بتتكلم عن هي اسمي فاطمة يعني حتى واضح من العنوان هي بطلة بتتكلم بالسانها عن حالها ومشكلتها وبنت من الريف بيتيجي القاهرة وبتصدم بقى بالفرق الكبير بين الاتنين بين الثقافتين وبتواجه مصورها بقى اللي هو مش عايزين نحر الرواية أكيد الحكاية دي الحقيقة قصة دي متكررة كتير جدا وموجودة في عالم وسط البلد أكتر يعني تلاقي حد جاي من الريف مثلا ودخل أجواء المدينة وسط البلد حسن فيه أجواء كده إزاي بيتعامل إزاي حياة بتختلف إزاي بتحاول تخرج عن عن الأفكار الأديمة اللي كانت عندها تتحرر منها هل دات مطروح؟ صحيح لأن اللي أنا عملته في اسمي فاطمة هو أصلا موجود على مستوى العالم اللي هي فكرة الصدمة الحضرية اللي بتحصل لأي حد سواء خرج من مجتمع عالم ثالث ووصل لمجتمع متقدم أو العكس ممكن يكون يعني لو حد جاي من مجتمع متقدم لدولة عالم ثالث هيحس برضو بالفرق الشاسع بالصدمة الحضرية أه بالصدمة الحضرية اللي بيحصل عندنا هو صدمة حضرية داخلية اللي هو فكرة الريف وطبعا الريف ما بتدورش أحداثها في الوقت الحالي هي بتدور من حوالي حاجة وعشرين سنة لأن في الوقت الحالي الريف ما بقاش ريف قوي يعني يعني الريف تمدن يعني ما بقاش بقى فيه بقى مديني شوية أكثر ستيل محافظ وستيل فيه قواعد وقيود صحيح صحيح بس مش كل الريف يعني مثلا لو حرك رحتي ريف البحيرة هتلاقي مختلف تماما عن ريف المنصورة وطنطة مثلا مختلف يعني البحيرة محافظة شوية على هتلاقي فيها لغاية النهاردة حتى الآن هتلاقي فيها فيها أبراج طبعا في المدن لكن فيه ريف حقيقي فيه بيوت طينية وفيه غيطان وفيه فدول شوية بيبقوا إيه يعني محافظين شوية على القيم اللي هي واسناها من آلاف السنين فلما بيجي يحصل إن هو ييجي المدينة بتحصل له طبعا صدمة مش قليلة يعني لو كلمنا عن الرواية الجديدة لحضرتك قبل المساء فكرتها عن إيه الفكرة العامة الفكرة العامة بمنتهى الاختصار بس اختصار مخل عشان برضو من يعني هنبقى اختصار سريع عشان ما نحرقش الرواية ايه احنا مش عايزين نحن عايزين نستقراها الرواية الرواية بتتكلم عن صحفي في منتصف الأربانيات أربانيات عمره يعني عنده 45 سنة تعرض لحاجة طبية هددته بإن هو ممكن يفقد ذاكرته للأبد فابتدى يقعد ويراجع نفسه ويراجع حياته اللي فاتت طوله 45 سنة من أول وعي ولغاية السن اللي هو وصل لي اللي هو الحكي سن الحكي في الرواية ويحاول يكتب أهم حاجات شكلت حياته من خلال كتابته لأ أن هو اللي بيكتبه ده حياة غير اللي كانت في دماغه حياة تانية آه أصبحت دي أنا مؤلمة جدا على نفسك أصبحت الحياة اللي هو بيكتبها مش هي اللي كانت في زين غير اللي في خياله غير اللي في خياله غير اللي في خياله لا مش اللي اتمنها غير اللي هي كانت تاكر أنه عاشها لا يعني إزدان فكرت غير حلمه يعني لا هو إحنا مثلا أحيانا بيبقى واحد بيحمل ذكرى معينة لوالده نفترض أنه هو شاعري شوية وحب أنه هو يكتب خطاب لوالده اللي توفى من عشر سنين لما يجي يكتب خطاب بيلاقي نفسه بيقول لوالده حاجات فيه مش هي اللي كانت في زينه قبل ما يقعد يكتب فالكتابة قيد يعني كتابة بتقيد الفكرة فبتخليها تبدأ من حاجة زغيرة خالص ثم تنطلق لحدود بعيدة هو ما كانش متخيلها يعني هو مثلا ما كانش بينجب فلاقى نفسه هو بيكتب جواب لبنته فريدة وبيكتب جوابه بمنطقة كأنها موجودة بالفعل هو مش مخلف أصلا الأحلام المحبطة يعني بيطلق أحلام الأحبطة أو الداخل الساب كونشيس بتاعه على الورق بالزبط وبيحاول طول الوقت أنه هو حتى بيفتكر خطيب زوجته الأولاني اللي كان خطيبها قبله ويبتدي كل الحاجات اللي هو كتمها الحاجات اللي هو بالزبط كده اللي كانت موجودة بالزبط وده أعتقد أنه سمعت الحكاية دي فهنا أنه هي علميا صحيحة أنه أنت أول ما بتمسك الألم وبتقرر تكتب بيحصل حالة توحد ما بين الوعي واللاوعي في اللحظة زي اللحظة اللي بيطلع فيها اللوعي للسطح حاولت الرواية بقى تعمله بشكل عملي تنفس ده بشكل عملي فكرة ظريفة جدا ونوصل لأنه هو في الآخر ما بقاش عارف أن اللي هو كتبه ده هو حياته ولا اللي كان فاكره هو حياته فالتباين ده طول الوقت في الرواية وسيطولجيا حقيقية جدا وهي حالة فتفضة ما بينه وبالنفسه بزبط ظريفة جدا حرارك ما تفكرش اللي هي تتعامل مثلا المسلسل أو فيلم ده بفكر طبعا بزي تبقى ظريفة قوي آه بفكر طبعا بس هي الحياة اللي هي النفسية بتبقى محتاجة قدرات إخراجية أكبر شوية من مجرد الحدوتة في مخرجين تزيل قويسين لأن كمان مخرجين السينما كلهم مش بقول اللي التلفزيون أقل بس بيبقى عندهم الفكرة الفيلوسوفيكل ده أكتر في دماغهم يعني موجودة أو الأفكار النفسية دي فهمينها أكتر عندنا مخرجين كبار لكن لسه فيه جيل مفترض أنه هو بيتشكل دلوقتي يعني الجيل اللي هو الكبير اللي احنا عارفين هو كبير اللي هو مثلا على مشارف السبعين دلوقتي أظن على حد تصوره يعني ما بقاش بيشتغل قوي نظر على ظروف السنة وظروف الصناعة نفسها لكن احنا محتاجين محمد خان جديد محتاجين داود عبد السيد جديد محتاجين لجدد روح الإخراج ما بقاش الموضوع كله أن هو حدوت أو أكشن وخلاص لكن محتاجين أن احنا نعمل حاجة نتبهى بيها زي ما كانوا الأسماء اللي نذكرتها دا الفكرة دي اللي هو عملها داود عبد السيد تبقي حلو gösterه بس لو ورد دي هو بيكتب أعماله yani الفكرة النواية تحمس لا داود عبد السيد لا عمل قبل كده حاجات إبراهيم أصلان الكتكات هي أصلا مالك الحزين دا هي إبراهيم أصلان ما سعادة بيكتب أعماله يعني هو بيكتب أعمال لأنه هو مخرج كبير فهو بيتدخل حتا هو الكتكات نفسه هو عمل يعني البطل في الكتكات عمل أدابتيشن oue البطل في المالك الحزين كان الولد هو خلل في الفيلم الاب فعمل حاجة تانية خطش دول عبد السيد يوسري نصر الله دي اسماء طبعا ينفع تعمل الحاجات بس لازم يكون هو نفسه متحمس للعمل ربما مثلا انا وحرك متحمسين انها شايفين ان هي حاجة هو شايف ان هو لا شايف ان هو متحمس لفكرة تانية اه يعني هو شايف ان وحد تاني بقى متحمس لانه ترجم اه حتى انا متحمس لانه يقرأ بس حد هل عملته حفلة توقيع خلال معارض الكتاب الحالي يوم الاثنين بعد نهاردة الحد بكرة بكرة ان شاء الله بكرة ان شاء الله في قاعة الدار المسؤولية الليبنانية اللي هي انتاجة الرواية اللي هي الدار اللي طبعت الرواية ايه رايح اريك انطباعك عن المعارض السنة لان هو اول سنة بيتعمل في مكان مختلف في القاهرة الجديدة او في متجمع ومختلف شكلا وموضوعا اعتقد السنة ايه انطباعات حضرتك هو انا شايف ان المعارض السنة دي فيه كثير من الايجابيات قليل من السلبيات هايل جدا ده شيء عظيم ايه اهم الايجابيات اهم الايجابيات ان القارق او زي ما بيقولوا عليه زبون الكتاب يعني بيروح له في اي حتة لو ادوده هشور هيروح لو ادوده في يوم هيروح لو بقى في المينيا هيروح لو بقى في مرسة مطروح هيروح برضو بس يوفروا له وسيلة ان هو يروح ده ظهر بقوة في الزحام اللي هوا قدرونه ان هو يومياً بحوالي 200 الف زائر مش كبير اولا لو شفتي اول اخر اول اول امارج جمعة والسبت توبير غير التوابير كمان يعني جوا الصلاة نفسها انت حيث ان هوا يوم الحشرة لا الله حاجةose terrific طبعا وبعين التوابير دي اغلبها الشباب اللي هو تحت الالعشرين دي مفرحة اكتر بس حدريك هل رصدت أكيد أنت موجود كل يوم في المعرض مش كل يوم بس روحت كتير مست لي يعني أكيد هل حاولت ترصد إيه أهم الاتجاهات يعني هم رحين ناحية كتب إيه مثلا الشباب بصي هو المعرض اللي فات كان فيه مشكلة شوية اللي هو المعرض السنين اللي فاتت كان فيه ناس بتروح عشان تشتري كتاب لكن كان نص الجمهور تقريبا بيروح عشان تشتري في شهر اللي هو واحد رايح مع البنت بتاعته أو واحد رايح مع خطبته أو واحد العيلة ورايح هو كانوا رايح جينة الحاوانات فبيروح الجنين اللي هي الكتير اللي هي كانت حاولين المعرض دي كانوا بيجيبوا الأكل ويفرشوا ويقعدوا ويفرشوا ملايا كانوا بالزبط رايح خروجة آه رايح حدوثت الحاوان فده كان طبعا هو طبعا الناس يتفسح براحتها وتروح مرضي كتاب تفسح مشكلة خالص لكن الجزء ده المحل تضاقل جدا السنة دي يعني ليه لأنه هو استبعد المشور وهو لو هو لا يبقى حدوثت الحاوان أقرب بالنسباله أو أي جنينة عامة كده هيقيت على تسكره بثلاثة جنيه إيه داعي بقى أنه يروح فالجمهور الحقيقي هو اللي ابتدى يروح اللي عايز يروح بيروح بالزبط فالكل الرحيم تقريبا هما رحيم طبعا مع اختلاف الطلبات أن في حد بيروح عايز كتب دينية حد بيروح عايز كتب رعب حد بيروح عايز روايات حد عايز كتب علمية حد بيعمل بحث ماجستير أو دكتوراه حد بيحاول كل واحد في دماغه الكتب اللي هو هشتريها ايه وبعينها أنا عرف شباب صغير بيعمل لستة اه طبعا اه وبيعمل جمعية كمان يعني هو بيعمل يا سلام يعني أنا أقول لك مثلا أنا فيه ألف جنيه أو ألف وخمسومة جنيه دول دول المعرض فهو بيعمل حسابه فيهم قبل المعرض ده شيء مشرف قبل المعرض يعني أنا فاكرا أنه السنة اللي فاتت بعد المعرض أتمنى أنه ده يحصل السنة دي كمان يبقى فيه راصد كده السنة اللي تقال أن أكتر كتب كان عليها ضغط هي كتب الرعب مثلا والكتب السخيرة دي حقيقة ومازال على فكرة ومازال هو ده دي حاجة مش وحشة بالمناسبة لا مش وحشة وكل واحد بيختار اللي عايزه اه يعني مثلا الناس اللي هم بيوجهوا لهم للكتابات الخفيفة بس ما تكونش يعني مصفة أو سطحية خفيفة بس يعني بتخاطب عقل أصغر شوي أنا مش ضد ده خالت بالعكس أنا مع ده لأنه هو نفس الكتب هي مش لازم تبقى عقل أصغر عشان بس لا مش قضي عقل أصغر هي بتبقى مين عايز إيه يعني مثلا أنا سي مثلا أنا واحد بشتغل في أرقام مثلا في بنك ليل نهار من الصبح لبالليل مش عايز أشغل دماري أوكتر أنا عايزت حاجة بسيطة تبسطني زي اللي بتفرق زينا وعية الأفلام أعتقد الناس بتبقى عايزة تتحك مش المقصود عقل أصغر يعني هو فهمه أقل أو زكاءه أقل لا مش ده المقصود خالص تفكير لا المقصود هو الحاجة تبقى لايت فيها يعني خفيفة مش دسمة أو محتاجة عقلي أكبر نفس الكتب دي هي بترب القارئ اللي هو الشاب الصغير علشان يقدر يكبر ويقرأ بقى الأدب الحقيقي ما هو لو ما ربناهوش في القراءة ما هو مش معقول مثلا واحد هيبدأ أولا 30 سنة يعني مش معقولة هنجيب أولا 30 سنة يقوله ابدأ بقى إيه تعالى نبدأ بقى لا طبعا لازم يقرأ لنبيل فاروق ويرى رحمة خالي التوفيق ويرى لما يرى الحاجات دي ويبتدي بعد كده نقوله خد أقرأ نجيب محفوظ خد أقرأ إبراهيم أسلان خد أقرأ يوسف إدريس يبقى هو كده ده تربية سليمة أنا شايف إن ده هديه حاجة صحية طبعا أنت تربية تعلمين حضرتك يوسف إدريس يوسف إدريس أنا أصلا المجموعة بتاعتي للخصصية اللي هي كانت أول جايزة أخذها تعمل سوى 2012 كانت اسمها حكاية يوسف إدريس آه دي كان جايزة إيه دي جايزة سويرس كبار الأدباء آه خارع كبار الأدباء في القصة القصيرة آه وبعد المجسير هنقش يوم الاثنين اللي جاي بعد 8 أيام اسمه رؤية العالم والشخصية المصرية في كتابات يوسف إدريس ايه دي طب أنا عرفت منين أنا قلت كده الوحدي ما هو مش عارب مجين إحساس ما عرفش ما عرفش حاجة غريبة قبل طيب فهو أنا يعني شبه شبه المتخص في يوسف إدريس أو شبه تربيت عليه على كتاباته لكن هو ليس الوحيد طبعا يعني قريت لكل الناس تأثرت بنجي محفوظ مدة طويلة ولكن بعد يوسف إدريس يعني يوسف إدريس الأول ايه اللي بتشوفه في كتابات أنا يوسف إدريس من المحببين عندي أنا كمان شخصيا لكن إيه اللي بتشوفه في كتابات يوسف إدريس بص يوسف إدريس أنا بعتبر أنه هو فيه زي ما قال طاحسين وإيه حقيه أنه هو فيه القصة قبل يوسف إدريس والقصة بعد يوسف إدريس يعني هو عمل فايسل كده عمل مكانة للقصة قصيرة غير اللغة وغير المكانة اللغة طبعا اللغة قبل يوسف إدريس كانت طبعا كان فيه محاولات كتير كان فيه محاولات كتير جدا ومحاولات نجحة من حموز السعداني ومن صلاح حافظ وفيه ويه حقيه أصلا كان برضو مؤصل القصة كتب شوية حاجات ويوسف الشروني فيه أسام كتير عشان بس ما يغيرش عني اسم لكن الحقيقة اللي عمل يوسف إدريس في القصة القصة القصيرة القصيرة العربية إن هو خليها قربت قوي من نفس الناس يعني هو يعني حزف منها اللغة المتقاعرة أو اللغة اللي هي اللي هي اللي هي فيها فخامة اللي هي فيها قربها قوي من الناس يعني وعمل إيه في الستركتر بنية القصة قبل يوسف إدريس برضو بقت مختلفة دايب ازاي عشان أنا خلص وقتي خلص يوسف إدريس عمل خلى بناء القصة القصيرة من أول سطر أنت عارفوا عايزوا ما فيش مقدمات مثلا وخلى بعض القصة القصيرة ليه تصلح إنها تبقى فيلم ودي كتا حاجة جديدة يعني قصة قصيرة تعاملت أفلام كتير طبعا طبعا وإن نداها كتا قصة قصيرة تعملت فيلم وبتمن لحمة تعمل فيلم مروان حامد كان أول فيلم فيلم روالي قصير بس فيلم وتعمل أكتر بمرة اللي كان اسمه ليلي تقريبا لا غير ليلي أكان لابد يا ليلي أن تضيق النور ده تعمل فيلم وبتمن لحمة تعمل يبقى ليلي هو اللي عملها مروان حامد تعمل ليلي صحيح وبتمن لحمة تعملت حوالي مرتين أو ثلاثة في بلاد عربية مختلفة إن هي شافوا في القصة إن هي مقسفة جدا يعني يوسف إدريس عمل عمل فرق كبير في القصة ما قبله والقصة ما بعده من خلال لأحنا لينا قاعدة بقى على يوسف إدريس مرة تانية النهاردة كنا بنتكلم عن أعمال حضرتك أستاذ عمر العدلي الكاتب والروائي مرة تانية لازم نعمل على فكرة فقرة بجد عن يوسف إدريس هو يستحق جدا نورتنا نهارك سعيد وبدعوا الناس أكيد لحضور معارض الكتاب في فعالياته وكمان حضور الحفلة توقيع رواية قبل المساء للكتب عمر العدلي بشكرك كمان أنا اللي بشكرك شوفي جزيلا فقراتنا متواصلة مع حضرتكو راجعين بس بعد الفاصل